الرئيس السيسي يكتمع بوزير الداخلية وقيادات الوزارة ويوجه بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الامنية الاحتلال الاسرائيلي واصل غاراته الجوية على غزة والسشهاد فلسطيني في مداهمات بمخيم جنين بالضفة الغربية الفرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له لعدم اكتمال النصاب القانوني ويحيل الجلسة الى الثامن من يوليو موسيقى 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 عربي عصرانت القاهرة الثانية بدوقيت جرينتش ساعتنا الاخبارية الشاملة اهلا بكم اهلا بكم مشاهدين الكرام ونبدأ بمتابعة تطورة الشأن المصري فقد وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بوضع استراتيجية عاقلة وشاملة لمواجهة التحديات الامنية ومكافحة الارهاب في اطار من الدستور والقانون كما اوصى الرئيس بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة تحديات الحالية والمستقبلية واتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لتأمين الضباط والامناء والافراد اثناء اداء مهامهم المختلفة وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بوزير الداخلية الواء محمد ابراهيم وحضور مساعدي الوزير لقطاع الامن المركزي والامن الوطني ومصلحة الامن العام ومدير امن الجيزة ومدير امن القاهرة للمزيد من المتابعة تنظم لين عبر الهاتف من مقر الرئيسة الجمهورية ايات عبداللطيف مرسلة قناة النية للاخبار ايات اهم ما جاء في اجتماع الرئيس عبدالفتح السيسي مع وزير الداخلية اليوم هذا الاجتماع كما تعلمون هو جاء ترد بفعل على الحدث الامنية الذي وقع في محيط قصر للتحالية والذي رأت ضحية اثنان من رجال او من رجال الضباط المفرقعة هذا الاجتماع اجتماع الرئيس عبدالفتح السيسي بوزير الداخلية ومساعدي وايضا مديرية امن القاهرة والجيزة خلال هذا الاجتماع وجهة او اكد الرئيس ضرورة اتخاذ عدة اجراءات عاجلة في مقدمتها مكفحة الارهاب في اطار الدستور والقانون وايضا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد الامور على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسالل اي عناصر ارهابية او اسلحة او ذخائر وايضا تكسيف التواجد الامن في اشتراع المصري ومواجهة دواهر ثلبية اخرى كفرقة الكهرباء وايضا التحرش وغيرها خلال هذا الاجتماع سيادة الرئيس وجهة بضرورة وضع استراتيجية هذه الاستراتيجية تتضمن اعداد الافراد وامناء وضباط الشرطة في الكليات والمعاهد الشرطية وايضا ضرورة تفيع فرطوكولات تعاون مع دول اجنبية صديقة لتدريب الضباط المصريين في الخارج ورفع التوعية بالمخاطر المهنية والتدريب على التقنيات والاجهزة الحديثة سيادة الرئيس ايضا من خلال الاجتماع وجهة بتشكيل لجنة منخصصة تسيب تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة وايضا تعمل على دراسة التحديات الحالية والمستقبلية واكد ضرورة اتخاذ الاجراءات لتأمين الضباط والامناء والافراد والعمل على رفع توعياتهم بما يحدث او تمر في البلاد من تحديات وضرورة التحقيق في ما تم في موقع من تقصير وحدث على اسره هذا الحدث الارهابي بمحيط قصر للتحديات اشكرك شكرا جزيلا ناياة عبداللطيف متحدثة الينا مباشرة من مقر رئاسة الجمهورية استنكر عدد من الخبراء السياسيين والامنيين الحادث الارهابي الذي وقع بمحيط قصر للتحديات امس واسفر عن استشهاد اثنين من ابناء الشرطة وقد طالب الخبراء بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في البلاد من اجل القضاء على الارهاب حاولت يائسة لافساد فرحة المصريين بالذكرى الاولى لثورة الثلاثين من يونيو تعمد الارهاب الاسود استهداف عدد من ابناء الشرطة المصرية ليسقط شهدين برصاص الغدر عمليات رأها مراقبون انها تستهدف النيلة من امن مصر واستقرارها هذا الامر بعيد جدا عن الاسلام وبعيد جدا عن العرف والتقاليد وبعيد جدا عن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وبعيد ايضا عن التعليم التي فرضت على المسلمين في شهر رمضان الكريم الاحداث الارهابية التي حمل مراقبون مسئوليتها لتنظيم الاخوان لها اثار سلبية على مختلف منح الحياة ليس على المستوى الداخلي فقط بل على الصعيد الدولي والاقليمي هذه الاحداث طبعا بتهز الوطن وتؤدي الى انحصار الحركة السياحية الوافدة الى البلاد وتؤدي الى تراجع الاستثمار وتؤدي الى توقف عجلة الانتاج والاقتصاد ويطالب خبراء امنيون شرطة بمراجعة الخطط الامنية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطن واستهداف رجال الامن رسائل خطاب الرئيس السيسي انبارح كانت رسائل واضحة جدا وقوية جدا جدا وبتقول ان الدولة المصرية متواجدة ومتواجدة بقوة وحتقف ضد ما هو ارهاب بتشرعات جديدة وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بالقصاص لمقتل ضابطي الشرطة مؤكدا ان الارهاب الاسود يحاول الوقوف امام ارادة المصريين في الوقت الذي بدأت فيه مصر تخطو الخطوات الاولى نحو البناء والاستقرار لان العمليات الارهابية ما زالت مستمرة والتي تستهدف ارباك المشهد السياسي والامني مما يتطلب تضافر الجهود كافة للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الامن الانساني في المقام الاول اسمى حسن انيل رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق تحيا مصر تفعيلا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الاقتصاد المصري وذكرت رئاسة في بيان لها انه تم انشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المواطنين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية واهبت المؤسسة بالشعب المصري تحمل مسئولياته تجاه الوطن لا سيما وان الصندوق يخضع للاشراف المباشر لرئيس الجمهورية والرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات على ان يعلن البنك المركزي قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهريا اجتمع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع المجلس القومي لأسر وشهداء الثورة حيث تم استعراض ما تم تقديمه من خدمات لأسر الشهداء والمصابين خلال الاجتماع وقال الامين العام لمجلس مصابي وشهداء الثورة سيد ابو بي ان محلب وعد بحل المشكلات التي تواجه المجلس وعمله خلال الفترة المقبلة واوضح انه تم مناقشة اعادة هيكلة المجلس وتقنين اوضاع العمالة بها مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه جميع الجهات الحكومية والمستشفيات لتقديم كافة التيسيرات للمصابين ودراسة الحالات التي تحتاج الى العلاج بالخارج ومعنى مباشرة تم مقر مجلس الوزراء مراسل انيل احمد ابو الحسن احمد ما هي اخر القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الوزراء اليوم تحياتي اولا بالنسبة للقرارات التي تم اتخاذها من مجلس الوزراء اليوم والتي اكد عليها السيد مهندس ابراهيم محلب هي بعض القرارات الصادرة من الاجتماع الخاص بالمجلس القومي للشهداء والمصابين وهي ضرورة دراسة بعض الحالات الخاصة بالمصابين والتي تستدعي السفر للخارج حتى يتم الاسراع من سفرها للعلاج بالخارج في اسرع وقت هذا من ناحية ايضا الاجتماع اصفر عن توفير 24 وظيفة لأسر الشهداء والمصابين تم تسليم 24 وظيفة بالفعل وجالي تنفيذ ايضا تسليم 502 وظيفة اخرى لأسر الشهداء والمصابين اكد المهندس محلب ايضا على ان يكون هناك مخاطبة مع محافظة القاهرة بان يكون اصر الشهداء والمعافين معافين تماما من الركوب مترو الانفاق والسكك الحديدية بالنسبة للشهداء لأسر الشهداء وبالنسبة لهية النقل العام والمترو بالنسبة لأسر المصابين فهم في حالة اعفاء من رسوم التذاكر هذا من ناحية او من ناحية اخرى تم انعقاد مؤتمر صحفي بالرئاسة السيد ابو بيه وهذا اللقاء اصفر عن ان عدد الشهداء المقيدين بالفعل هو 840 شهيد وهذا على حاسب اخر الاحصاءات وان عدد 775 شهيد قد تم تسليمهم بالفعل يعني الدعم الخاص بهم وهناك عدد 157 حالة من الملفات المقدمة لكي يحتسبوا تبع الشهداء لم يتم التعامل معهم حيث انهم يحتاجون الى دراسة نظر الوجود شبه في الاوراق المقدمة هناك ايضا 6275 حالة مصاب تم تسليم 525 حالة منهم الدعم المخصص لهم وقاري تسليم باقي الدعم لهم هناك ايضا لقاء للمهندس ابراهيم محلب مع السيد راشد عبد الرحمن آل خليفة السافير البحرين تم دراسة سبل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين في الفترة القادمة اذا كان هذا النشاط الذي شهده مجلس الوزراء اليوم شكرا جزيلا لك متابعا من هناك احمد ابو الحسن فتحت قوات الجيش البداخل المؤدية لميدان التحرير امام حركة المرور عقب اغلاقه امس بالاسلاك الشائكة والحواجز الحديدية جاء ذلك بعد تفجير ثلاث عبوات ناسفة امس في محيط قصر لتحادية رح ضحيته اثنان من رجال الشرطة وانتشرت عناصر الشرطة بوسط ميدان التحرير كما كثفت من تواجدها بالقرب من محيط المتحف المصري تعززها قوات من الجيش اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة محكمة عدد من قيادات تنظيم الاخوان الارهابي في القضية المعروفة عالميا بغرفة تعذيب رابعة وذلك الى جلسة السادس من يوليو القادم يواجه المتهمون في القضية وهم محمد البلتاجي وصفوة حجازي وطبيبان محمد زناتي وعبد العظيم محمد تهما باحتجاز ضابط وأمين الشرطة وتعذيبهما والشروع في قتلهما خلال اعتصام رابعة العدوية استأنفت محكمة السناف القاهرة طلب رد محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث كرداسة ويحاكم في القضية 188 شخصا بتهم اقتحام مركز شرطة كرداسة عقب فضي اعتصام رابعة العدوية والنهضة كما يواجه المتهمون تهم ارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي رحض حياتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بكثاثهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وإطلاف مبنى القسم وحيازة أسلحات نارية أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في 5 قضايا تحرش وهدكي أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير وذلك إلى جلسة السادس من يوليو الحالي وتعود وقائع الجرائم أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد حيث وجهت نيابة للمتهمين تهما تتضمن احتجاز نساء وفتيات والتحرش بهن وهدك عرضهن بالقوة أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضية خلية مدينة نصر الإرهابية إلى جلسة الثاني عشر من يوليو الحالي وذلك لاستكمال سماع دفاع المتهمين يحاكم في القضية ستة وعشرون شخصا بتهم تخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية بالإضافة إلى تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصل وزير الموارد المائية والري حسام مغازي إلى الخرطوم في زيارة للسودان وهي أولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبة تركز الزيارة على بحث ملف مياه النيل والتنسيق بين مصر والسودان في هذا الملف سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الإقليمي الذي يشمل دول حوض النيل كما تتطرق الزيارة إلى مناقشة سبل التعاون الثنائي خاصة في مجال الموارد المائية قال المتحدث العسكرية العميد محمد سمير عبد العزيز إن قوات حرس الحدود واصلت نشاطها المكثفة للتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وقال المتحدث إن قوات حرس الحدود تمكنت من القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وضبط 500 مفجر لغم أرضي كما تمكنت من ضبط سيارات تستخدم في رصد واستهداف المواقع الأمنية وتدمير ثماني أنفاق بالمنطقة الحدودية برفع أنهى طلاب الثانوية العامة اليوم مرث لامتحانات حيث أدى طلاب نظام الحديث نظام العام الواحد امتحانات مادة الديناميكا فيما أدى طلاب النظام القديم نظام العامين امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء امتحان مادة الديناميكا لشعبة علمية رياضة كان في متناول الطالب المتوسط ومعظم الطلبة انتهوا من الامتحان قبل نهاية الوقت المخصص بامتحان الديناميكا وضع طلاب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام هذا الاختبار الذي يعد أسهل امتحانات الرياضيات في هذه السنة الدراسية على حد قول الطلبة اهو كويس كله تمام بس هو بس في يعني احتاج تفكر شوية بس امكين سوية ولا حاجة بس بس طويل شوية يعني بس كويس كويس لا حلو يعني ده اول متحان يمكن نراجع فيه بعد اللي نخلص ونراجع يعني كان سأل النهاردة عن المتحانات اللي فاتت الحمدلله لا لا كانش فيه هو سأل واحد بس صعب بس وصل بايس على الفيف ايه بس صعب لك ان البيس على لا كان قويس يقضي اه اسهل اه اسهل امتحمس الحمدلله يعني فوق المتواصل بس بس لنا بس عادي يعني مش مش زي التفاضل والتكامل خالص يعني الحمدلله احسن مش قوي بس دينا نراجع معظم الاسئلة بس كان الامتحان كان حلو يعني كان مستوى حلو زي مستوى الطلب المتواصل بس كان فيه كم اسئلة بس لتمايز بس اما عن الامتحانات بشكل عام فيرى عدد من الطلبة واولياء الامور ان الامتحانات هذا العام هادئة وان كان هناك بعض الامتحانات الصعبة لكن يظل العام الحالي افضل من غيره من الاعوام الماضية وبهذه المادة انتهت الامتحانات ولم ينتهي القلق فالكثير من الاسر المصرية تنتظر نتيجة التصحيح حيث يعتبرون هذه النتيجة فيصلا هاما في مستقبل ابنائهم عمر عبد العزيز النيل الى تطورات الاوضاع في فلسطين المحتلة حيث شن طيران الاحتلال الاسرائيلي عشرات الغارات الجوية على اهداف مختلفة بقطاع غزة مما اوقع اربعة جرحة فضلا عن اضرار جسيمة في المواقع المستهدفة وعدد من المنازل المجاورة تأتي الغارات الاسرائيلية على غزة في اعقاب العثور على جثة ثلاثة مستوطنين كانوا قد اختفوا في ضفة الغربية المحتلة وهو الحادث حركة حماس بالمسؤولية عنه صبر حركة حماس طويلا هناك تهديدات كثيرة من قادة الاحتلال ضد الحركة وضد شعبنا الفلسطيني نحن نؤكد ان هذه التهديدات لا تخيف قادة الحركة المقامة الفلسطينية بكافة طيافها جاهزة للدفاع على ابناء شعبنا الفلسطيني ولرد وصد اي عدوان قادم ضد ابناء شعبنا رد المقاومة الفلسطينية لم يتأخر فقد اعترفت اسرائيل بسقوط عدد من الصواريخ وقذائف الهاون على البلدات الاسرائيلية في محيط غلاف غزة دون اصابات لتقترب بذلك طبول الحرب نريد انتنيه ان يعزز قدرة الردع الاسرائيلي في قطاع غزة وهذا ما سمعنا قادة اسرائيل يتحدثون عنه بالامس ولكن الامر اعتقد انها قد تتدحرج الى تصعيد متوازي من غزة ومن قبل اسرائيل في الايام القادمة التصعيد الاسرائيلي الاخير جاء بعد انتهاء اجتماع الكابينت الاسرائيلي العاجل الذي حمل حماس مسئولية خطف وقتل المستوطين الثلاثة في الخليل في حين طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس العالم بالتدخل للتصدي لعدوان اسرائيل التهديدات الاسرائيلية الملتهبة لغزة ترجمتها طائرات الاحتلال بعدوان مركز ومكثف عدوان على ما يبدو قابلا للتوسع والتمدد تترجمها بالمقابل تحذيرات المقاومة لاسرائيل حول جاهزيتها لخيار الحرب ان اصبح واقعا على الارض عمر بشير للنيل قطاع غزة اما في الضفة الغربية فقد استشهد شاب فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مخيم جينين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة وذكرت مصادر امنية ان وحدات من القوات الاسرائيلية الخاصة المستعربون قد اعدمت شابا من مخيم جينين واعتقلت ثلاثة شبان اخرين بعد مدهمة منازل المخيم وسط اطلاق مكثف للعيرة النارية وقنابل الصوتية والغازات المسيلة لدموع وذكرت مصادر امنية ان وحدات من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي تسللت الى مخيم جينين شمالية الضفة الغربية وهي تستقل مركبة تحمل لوحة فلسطينية وقامت باطلاق رصاص باتجاه الشاب للمزيد من المتابعة انضم لينا من غزة مباشرة مراسل النيل عمر بشير عمر كيف تبدو الاوضاع في قطاع غزة في ظل التصعيد الاسرائيلي المتواصل منذ اختطاف ثلاثة مستوطنين وحتى الاثور على جثثهم الآن الاوضاع هادئة لكن يتوقع ان تكون ساعات الليل هي الاكتر حدثا كما جرت للعادة لكن يعني يبقى هناك تحقيق متقطع لطائرات الاحتلال في اجواء قطاع غزة اخر الاخبار كانت كياسية كانت تطريح من حركة الجهاد الاسرائيلي وهي ايضا فصيل متهم من قبل اسرائيل بالقيام باطلاق صواريخ الجهاد الاسرائيلي قال في بيانه انه ليس معنيا باي تصعيد مع اسرائيل ولكن اذا ما فرضت اسرائيل الحرب او شنت عدوان فانه سيكون جاهز مع فصائل المقاومة بالتصدي وكأن الفصائل هنا او حركة الجهاد تحديدا تحاول ان ترسل رسائل انها لا تريد ان تدخل في دوامة اكبر من التصعيد وايضا اسرائيل بالجانب الاخر بعد ان يعني كان هناك تصريح قوية ولكن هذا التصريح ايضا بحاجة الى ضبط يعني بمعنى ان اسرائيل اذا استمرت في تنفيذ بعض الغارات المتقطعة المتواصلة حركة الجهاد لن تدخل على خط المواجهة اما دخولها خط المواجهة فقط اذا حدث ما يشبه اجتياح للقطاع مثلا يعني هذا ممكن ان نفهم من مثل هكذا تصريحات لكن الحالة الفلسطينية تبقى معقدة لا توجد ضوابط على الفعل ورد الفعل في الجانبين يعني ايضا اسرائيل هناك الان اصوات تخرج من الحكومة الاسرائيلية او المعارضة الاسرائيلية تقول انها غير معنية بفتح جبهة في غزة على عكس التصريحات التي كانت في ساعات الصباح الاولى او بعد اجتماع الكبينت مساء امس بالتالي الامور تبقى مقاسة بحجم التصعيد ورد الفعل يعني اذا مواطرت اسرائيل غاراتها واثرت هذه الغارات عن سقوط شهداء او استهداف مباشر لشمسيات حبما تنفلت الامور عن السيطرة لكن الان التصريحات السياسية هي سيدة الموقف في قطاع غزة على وتنع على حكومة الوفاق الوطن الفلسطينية الجديدة عقد اجتماعا عاجلا لها اليوم وادامة التصعيد على غزة وعلى الضفة ايضا وطالبت المجتمع الدولي كما طالب سيد الرئيس محمود عباس المجتمع الدولي باتدخل لصد اي عدوان اسرائيلي محتمل لا نستطيع ان نقول ان الامور هدأت ولكن ايضا لا نستطيع ان نقول ان الامور تتجه الى حرب شاملة تبقى الامور معلقة الشعات القادمة هي من ستحدث طبيعة الارحة اشكرك شكرا جزيلا مراسل قناة النيل الاخبار في قطاع غزة عمر البشير ونبقى مع اصداء الغارات الاسرائيلية على غزة ومعنا المزيد من المتابعة منضمن الينا عبر السكايب الكاتب والمحل الاسياسي مهند عبد الحميد سيد مهند هل تتوقعون ان تتخذ اسرائيل حادث العثور على جثث المستوطنين الثلاثة ذريعة لتعزيز الاحتلال في القدس الشرقية وجلب المزيد من المستوطنين للإقامة في الاحياء الشرقية نعم هي استخدمت خطف المستوطنين كذريعة لاستباحة الضفة الغربية وبخاصة مدينة القدس التي بالامس هناك تخصيص اكثر من 300 مليون دولار لدعم الاستيطان في الاحياء العربية داخل مدينة القدس وهذا كان تصعيدا غير مسبوق ان يتم تخفيص خلال مبلغ لاكتحام المناطق الفلسطينية ذات الكثافة الفلسطينية من اجل تواجد استيطان اسرائيلي يبع اساس لتطهير العرقي او لمتابعة التطهير العرقي ايضا هناك عمليات متواصلة منذ القدس كانت حصيلتها 12 شهيل بينهم طفلين يعني منذ بداية القدس هناك اكثر من 100 اصابة وبينهم اقصال ايضا هناك خمسمية وتسسعين ما تقل يعني خلال هذه الحملة اضافة للحصار والعقوبات الجماعية لأكثر من 200 الف مواطن في مدينة الخليل طيب بقراءة لتصريحات الاخيرة لكبار المسؤولين الاسرائيليين هل تتوقعون اجراءات تسعادية اخرى من الجانب الاسرائيلي بالامس كان هناك خلاف داخل الحكومة المصغرة الاسرائيلية بين اتجاهين اتجاه المتطرف يريد اجتياح قطاع غزة وتوجيه ضربة يعني قتلة لحركة حماس كما يقولون ولل يعني كافة التنظيمات الاخرى في قطاع غزة وفي الضفة الغربية اتجاه اخر يكتفي بتوزيه ضربات محدودة بالامس ليلة امس تم استهداف 34 هدف غارات اسرائيلية في قطاع غزة في ليلة واحدة يعني بالامس اليوم هناك اجتماع تكميلي من اجل حسم القرار القرار الحكومة الاسرائيلية طبعا يعني التصريحات هناك يعني حالة من العداء والعنصرية جاه الشعب الفلسطيني من قبل الوزراء يعني اسرائيليين وبقصة الوزير تينيس بنت وتحريض شديد اللي تتجاوز كل حدود يعني التعامل ويطرح قضية يعني ضم الارض اذا المتوقع المزيد من الاجراءات العقابية المتوقع ان يكون هناك يعني تصعيد اسرائيلي وتوجيه شكرا لك سيد مهند عبد الحميد الكاتب والمحلل السياسي من تطورات الاوضاع في فلسطين المحتلة الى تطورات الاوضاع في العراق حيث اعلن رئيس مجلس نواب المؤقت مهدي الحافظ فشل اعضاء المجلس في الاتفاق على رئيس جديد للبرلمان العراقي وتأجيل الجلسة الى يوم الثامن من يوليو الحالي لاعتبارات اضطرارية بعد عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الثانية جاء ذلك بعد ان سادت داخل البرلمان حالة من الجدل بعد اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الاولى وحضور مائتين وخمسة وخمسين نائبا من اصل ثلاثمائة وثمانية وعشرين نائبا بينما شهدت الجلسة الثانية بعد الاستراحة عدم اكتمال النصاب القانوني شيئا لم يكن كأنك ترى البرلمان العراقي القديم مستنسخ مع بعض التغيير في الوجوه وتوزيع المقاعد فوضى دستورية عارمة وتراشق كلامي يصل لحد الاتهامات تلك كانت صورة البرلمان العراقي الجديد في اولى جلساته البرلمان الجديد فشل حتى في انتخاب رئيس له والبلاد تقاتل لوقف زحف مسلح تنظيم الدولة الاسلامية الذي بات يحتل اجزاء واسعة منها وبالرغم من ان مسألة تشكيل حكومة جديدة وامكانية بقاء نور الملك على رأسها لولاية ثالثة بدت في الاسابيع الماضية وكأنها اكبر تحديات البرلمان الجديد فان فشل الالتزام بالدستور في جلسة البرلمان الاولى والتفسيرات المتناقدة له اكدت ان الخلاف السياسي اعمق من ذلك بكثير ورغم ان الدستور لا يضم مادة تحدد توزيع السلطات في العراق الا ان العرف السياسي السائد هناك ينص على ان يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس الجمهورية كردية ويرص الدستور العراقي على ان ينتخب مجلس النوابي في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اولا ونائبا ثانية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر لكن الدستور لم يوضح كيفية التعامل في حالة الفشل في انتخاب هؤلاء النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه اكبر الاعضاء سنة اعلن عن عقد جلسة الاسبوع المقبل اذا ما توفرت امكانية للاتفاق على ان تعقد اسبوع القادم اذا ما توفرت امكانية للاتفاق والى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ويأتي فشل البرلمان في تأدية اولى واجباته في وقت دخل الهجوم الكاسح لتنظيم الدولة الاسلامية اسبوعه الثالث مع استمرار سيطرة المسلحين على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدن رئيسية بينها تيكريت والموصل واكد التنظيم المتطرف الذي يعد اقوى التنظيمات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا والذي اعلن الاحد قيام الخلافة الاسلامية ومبيعة زعيمي ابو بكر البغدادي خليفة للمسلمين اعلن نيته ايضا الزحف نحو بغداد ومحافظتي قربلاء والنجف التي تضمان مراقب شيعية نورا منييل ومتابعتها تتواصل معكم بعد الفاصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يرشح اردوغان رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في اغسطوص القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية وقيادات الوزارة ويوجه بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهات تحديات الامنية الاحتلال الاسرائيلي واصل غاراته الجوية على غزة واستشهاد فلسطيني في مداهمات بمخيم جنين بالضفة البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له لعدم اكتمال النصاب القانوني ويحيل الجلسة الى الثامن من يوليو الى اخر اخبار المال والاعمال والاقتصاد نتابعها مع الزميل احمد فؤاد اهلا بك احمد اشكركم ارهام واحمد اهلا بكم مشاهدين من اخبارنا نتابع السيسي يصدر قرارا بقانون لتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل بهدف تحقيق العدالة الضريبية والبعد الاجتماعية اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قرارا بقانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم واحد وتسعين لسنة الفين وخمسة وقانون ضريبة الدمغ الصادر بالقانون رقم ماء واحد عشر لسنة الف وتسعمائة وثمانين وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير ايهاب بدوي ان القرار بقانون يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته واعادة بناء ثقة فيه واضف المتحدث ان القرار بقانون يستهدف ضمن جملة امور اخرى توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع الحد الاقصى للاعفاء الضريبية وفق رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على اعفاء اسر مصابي الثورة من الرسوم الدراسية ومن الرسوم النقل العام على ان يكون مجانا لهم يأتي هذا في حين يعقد رئيس المجلس الوزراء اجتماعا لبحثه السبول لاستفادة من الرمال السوداء في الصناعة المصرية حضر الاجتماع وزراء الصناعة والاستثمار والبترول والانتاج الحربي والكهرباء صرح وزير المورد المائية والرأي دكتور حسام غازي انه سيتقدم بمقترح لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة من الرئيس والزراعة والاستثمار والوزرات والجهات المعنية بالاستثمار الزراعي وصناعات الزراعية وذلك لانهاء المشاكل الحالية والتي تعيق تحقيق نتائج التنموية المنشودة في وادي توشكا كما تتولى هذه اللجنة تذليل مشاكل شركات المستثمرين والقطاع العام المنافذة للمشروع وانهائها تماما وشدد مغازي على حرص الحكومة على اعادة اكتشاف الفرص والإمكانات الاقتصادية الهائلة المعطلة في مشروع تنمية جنوب الوادي توشكا واستكمال زراعة خمسمائة الف فدان لإضافتها للرقعة الزراعية إلى البرصة المصرية التي ربحت خلال ثلاثة أشهر نحو ثمانية فاصل واحد مليار جنيه ليرتفع رأس مالها السوقي بنسبة واحد فاصل سبعة بالمئة وأظهر التقرير الربع سنوي أن مؤشرات السوق سجلت أداء متباينا بينما ارتفعت قياه متداول مسجلة تسعين فاصل تسعة مليارات جنيه تقدر الإشارة إلى أن البورصة والبنوك عطلة رسمية اليوم بمناسبة اتهاء العام المالي على أن يستأنف العمل بها غدا الأربعاء نفى رئيس شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز المهندس خالد عبد الباديع ما تردد حول إلغاء الاتفاق مع شركة هوج النرووجية والخاص باستئجار محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز التي تفقت مصر على استيرادها بدءا من شهر سبتمبر المقبل وأكد رئيس إيجاز أن المفاوضات مستمرة مع الشركة النرووجية وشركات أخرى مؤكدا أنه لا يوجد أي اتجاه لتأخير وصول الشحنات في موعدها المحدد في سياق متصل قال عبد الباديع أن وفدا من شركة سوناتراك الجزائرية سوف يصل مصر منتصف شهر الجاري الاتفاق نهائي على كمية الغاز التي وافقت الجزائر مبدئيا على إمداد مصر بها قدرت مصادر أردنية خسائر صادرات المملكة للعراق تتجاوز 126 مليون دولار شهريا جراء توقف الصادرات للعراق وأوضحت جماعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الأردن أن صادرات البلاد لبغداد شبه متوقفة بفعل تدهور الأوضاع الأمنية هناك وكانت صادرات المملكة إلى العراق قد زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18% لتصل إلى 224 مليون دينار أردني مقابل 190 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي نهاية وقفتنا الاقتصادية عودة من جديد المتابعة مع ريهم رجائي وأحمد عتابي شكرا جزيلا لك أحمد ومشاهدين معكم نستكمل ما تبقى لدينا من أنباء في هذه الساعة الإخباريات الشاملة أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اختياره رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في شهر أغسطس القادم من المتوقع أن ينحصر السباق الرئاسي بين أردوغان والأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أغلو بوصفه المرشحة المشتركة للحزبين المعارضين الشعب الجمهوري والحركة القومية رغم فضيحة الفساد غير المسبوقة التي هزت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينوي الرجل الدخول في معركة الرئاسة مستندا إلى الفوز الساحق الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية في مارس الماضي بعد أشهر من الترقب لقراره أكد أردوغان أن طموحاته لحكم تركيا لا سقف لها خاصة أن الرئيس عبداللاجول أعلن في وقت سابق أنه لن يرشح نفسه لولاية ثانية جمعنا توقيعات جميع النواب وقررنا أن يكون مرشحنا للانتخابات الرئاسية هو رئيسنا العام والنائب عن اسطنبول رجب طيب أردوغان أردوغان يواجه انتقادات واسعة من حلفائه الأوروبيين بسبب قمعه العنيف للتظاهرات ضد حكمه في الشارع الأمر الذي دعا حزبي المعارض الرئيسيين في البلاد لمحاولة تغيير هذا الواقع بإعلانهم دعم المسؤول السابق في منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أغلو إلا أن فرصته تبدو ضائلة لدى عامة الشعب وفي حال انتخب أردوغان رئيسا للبلاد حتى عام 2019 يكون بذلك الرجل الذي حكم تركيا لأطول فترة زمنية بعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية في عام 1923 الانتخابات الرئاسية المقررة في جولتيها يومي العاشر والرابع والعشرين من أغسطس ستجرى للمرة الأولى هذا العام بالاقتراع العام المباشر بعد أن كان هذا الأمر حكرا على النواب فقط نظريا لن يختلف منصب أردوغان عن المنصب الشرفي الذي شغله الرئيس الحالي عبدالله جول غير أن مراقبين يتخوفون من أنه قد يستند لنفوذه وحقيقة أنه رئيس منتخب شعبيا وليس من خلال البرلمان بأن يتعاطى مع صلاحية الرئيس المذكورة في الدستور من منظور مختلف أثناء الرئيس الإيراني حسن روحاني على المفاوضات النووية التي جرت اليوم قبل بدء المحادثات بين إيران والدول الستة الكبرى المقرر إجراؤها غدا الأربعاء والتي تهدف للتوصل الاتفاق النووي بحلول العشرين من يوليو الحالي ووصف روحاني المفاوضين بالخبرات والتمرس مؤكدا قدرتهم على مواصلة المفاوضات التي وصفها بالصعبة حتى التوصل إلى نهاية ناجحة وأكد روحاني أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضت على إيران قد تحطمت نهائيا مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يعود بإيران إلى وضعها السابق أبدت روسيا أسفها الكبير لقرار أوكرانيا عدم تمديد وقف إطلاق النار واستئناف العملية العسكرية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتين دونستيك ولوهانسيك شرق أوكرانيا في الوقت نفسه أعلن متحدث باسم جمهورية دونستيك أن قوات المقاومة الشعبية أسقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بعد ساعات من انتهاء وقف إطلاق النار جوي رمدفعي دوى صوته في شرق أوكرانيا في إشارة على فشل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الرئيس الأوكراني بيترو باروشينكو أكد عدم اعتزامه تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في العشرين من يونيو الماضي مع المتمردين واتهماهم بعدم احترام الهدنة واختراقها وتعهد باروشينكو بالمضي في حملته العسكرية للتخلص من الإرهابيين والمسلحين والرد على أعمالهم الإجرامية من قتل وخطف وسرقة والإضرار باقتصاد البلاد ويواجه الرئيس الأوكراني غضبا متزايدا في الداخل بسبب مقتل عسكريين أوكرانيين حيث ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن 27 من أفراد القوات الأوكرانية قتلوا منذ بداية وقف إطلاق النار في حين أصيبت 69 آخرون مصادر عسكرية مسؤولة أكدت استئناف القتال ضد الانفصاليين في شرق أوكرانيا بعد إعلان الرئيس باروشينكو عدم تمديد وقف إطلاق النار قامت القوات الأوكرانية بشن غارات جوية ومدفعية بكثافة على معاقل ونقاط تفتيش وقواعد وأماكن انتشار الإرهابيين وقد أدت هذه الغارات إلى تراجع كبير في نشاط العصابات الإجرامية وأوضحت مصادر عسكرية وسياسية عدم التزام الانفصاليين الموالين لروسيا بوقف إطلاق النار حتى آخر وقت متاح لتمديده حيث قتل جندي أوكراني وأصيب سبعة عشر آخرون خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في هجمات المتمردين على قواعد للجيش الأوكراني كان الرئيس باروشينكو قد مدد العمل باتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي وحتى العاشرة من مساء الاثنين لإعطاء الفرصة لمباحثات السلام مع مجموعة اتصال تتضمن قادة الانفصاليين ورئيسا أوكرانيا سابق وممثلا بارزا عن لجنة الحقوق والأمن التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والسفير الروسي أبدت روسيا أسفها لقرار أوكرانيا استئناف العملية العسكرية ضد الانفصاليين وحثت شركاءها الخارجيين إلى وقف استخدام الدولة الصوفيتية السابقة كآدات لمعاقبة روسيا كانت الدول الغربية قد هددت بفرض حزمة جديدة من العقوبات التي قد تستهدف الاقتصاد الروسي المتدهور بالفعل في حالة عدم قيام موسكو بممارسة ضغوط على الانفصاليين الأوكرانيين لوقف القتال وإذا لم تصفر محادثات السلام عن نتائج أنباؤنا تتواصل معكم وفيها بعد الفصل التالي ارتباط وثيء مع أصالة اليمن وعمقه الحضري في مظاهر الاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة